ده كان رأي مهم جداً لأنه كمان الجزئية بتاعت جمهور الأندية واللعبين أن الجمهور بيفضل لاعب عن مصلحة المنتخب عشان بيغضوا لاعب وهنا الرسالة للجمهور هو احنا حتى هنا لما تكلمنا وقت اختيارات القيبة قلنا الخواجة كان عنده كيروش كان عنده فرصة ياخد مثلاً أفشة لكن قلنا له الحق أنك انت في النهاية انت صاحب الاختيارات انت اللي هتتحاسب فاحنا لا ننكر على المدرب حقه في ضمن أي لعب إنما الجمهور بيتدايق أنه ما شافش نجم المفضل بالنسبة له موجود في القيبة المختارة ده حقه لكن ما يكونش ده على حساب بقية اللعبة اللي تم اختيارها لأنه تم اختيارها وفقاً لرؤية فنية عشان تقدي خدمة للمنتخب فعلى كل الجماهين مسندتها إذا كان الناس لها الحق في انتقاد الرأي في الاختيار فعليها واجب المسندة عند إتمام الاختيار دي مسألة مهمة للجمهور لأنه أنه ننقسم إحنا بين الأندية على مصلحة المنتخب ده كلام لا يصح أبداً افتكروا إن المهندس عادل وإحنا بنتكلم في البداية على إن اللاعب اللي المفروض يكون موجود لأنه تأثيره بيكون مؤثر وواضح زيزو نجم ناد الزمالك لما تكلمنا إنه طارح حامل كان لازم يكون موجود في القايمة ما ينفعش هافد فندر أساسي في فترات طويلة جداً وعنده خبرات دولية وما يتمش اختياره ده غلط بس غلط من وجهة نظرنا وفي النهاية بنسلم بوجهة نظر المدير الفني لأنه هو مسؤول وتفتكروا هنا قلنا إذا كنا نحن بندفع على حق مستر بيتسو موسيماني في إنه يختار اللي هو عايزه وبنقول للعيبة والجمهور ده هو المدير الفني المسؤول يبقى من باب أولى ندي نفس الحق لمستر كارلوس كيروش وفي المقابل عندما تنتقد التوظيف لكيروش بتقول نفس الشيء عندما ترى هذا الأمر يحدث عندك من بالضبط من جهازك الفني هو الاتصاق مع نفسه أستاذ برايم إنت صادق ولا بتسمع الناس اللي هي عايزات طيب حنعشك برضو في جزئة شخصية اللعبة لأنه الحقيقة محمد صلاح نجح يا جماعة لأنه امتلك هذه الشخصية وواضح جدا أنه كرة القدم في الأصل أو في البدء زي ما بيقولوا في البدء كانت الكلمة في البدء كانت المهارة كرة القدم أول ما بدأت بدأت المهم فيها المهارة اللي المهارة ساعدت تكلم عليها أنه عابكريم صار بنطق الكرة لمدة نص ساعة ما بتقعش منه أنه ما عرفش مين بيعمل بالكرة كانت المعيار التقييم كله المهارة لما دخلت المنافسة بقوة وبحدة في الكرة بقت العوامل البدنية مهمة لما دخل الاحتراف بإغراءاته المالية بدأت الشخصية تبقى أهم فالموهبة موجودة القوة البدنية موجودة بس الشخصية هي اللي بتنجح أو بتفشل ليه؟ لأنه إغراءات الاحتراف وظروف النجومية والتعاطي والحجم المنافسة خلق هذا الدور المهم لما يعرف بشخصية اللاعب قدرته أنه يتعامل بشخصية مسؤولة إن الفريق يا أستاذ إبراهيم دلوقتي أصبح أهم بالفرد فأصبح أنت تسمع إيه؟ يقولك إيه؟ نجم المبرل الفريق أنا ما عنديش مدربين كدير يقولك أنا ما عنديش نجم أنا عندي فرقة العمل الجماعي وهو سر النجاح في كل مجال لو روحت شركة ما فيهاش عمل جماعي مترابط ما تنجحش تبقى مرتبطة بمدير يعيى أو يغيب أو يمشي يبقى الشركة تقع لكن استمرار مؤسس الأهل العمل الجماعي